اشتركوا في القناة I tick بمعنى أضع علامة صح The correct box الخانة الصحيحة أو المناسبة لدينا في هذا التمرين مجموعة من الأفعال نقرأها ثم نضع علامة إما في خانة I do أو في خانة I don't نبدأ بالفعل الأول Greet my teachers every morning Greet أحيي my teachers أساتذتي every morning كل صباح هل نضع العلامة في خانة I do أم نضعها في I don't I do I tick I do box أضع العلامة في خانة I do أنا أحيي أساتذتي كل صباح Next بعدها Arrive late to class Arrive أصل late متأخرا to class إلى القسم I don't I don't لا أفعل I tick I don't box أضع العلامة في خانة I don't Eat food in class Eat food food أكل الطعام in class في القسم I don't لا أفعل I tick I don't box أضع العلامة في خانة I don't Next Next بعدها Respect my friends Respect أحترم my friends أصدقائي I do أنا أفعل I respect my friends أنا أحترم أصدقائي I tick I do box أضع العلامة في خانة I do Keep my class clean Keep أبقي my class قسمي clean نظيفا بمعنى أحافظ على نظافة قسمي I do أنا أفعل I tick I do box وأضع العلامة في خانة I don't I do Shout in class Shout يصرخ أو أصرخ in class في القسم I don't I don't لا أفعل I tick I don't box أضع العلامة في خانة I don't Listen to my teachers Listen to my teachers أستمع لأساتذتي I do أنا أفعل I tick I do box وأضع العلامة في خانة I do Next بعدها بعدها Work hard in class Work أعمل hard بجد in class في القسم I do أنا أفعل I tick I do box وأضع العلامة في خانة I do Cheat on exams Cheat بمعنى أغش On في exams الامتحانات أو الاختبارات I don't لا أفعل I tick I don't box وأضع العلامة في خانة I don't Do my homework Do my homework أنجز واجبي المنزلي I do أفعل And I tick I do box وأضع العلامة في خانة I do ننتقل إلى التمرين الثاني Task 2 I look أنا أنظر listen أستمع and repeat وأكرر أو أردد الصورة الأولى لدينا أكرم يسقي الأزهار الجملة تقول It is not raining أكرم is watering the flowers It is not raining It is not raining It is not raining It is raining It is raining أصله الفعل rain تنطر مضاف إليه I-N-G Raining الفاعل في هذه الجملة هو الضمير هو الضمير The subject in this sentence is It بمعنى السماء مثلا أو المطر لاحظوا صيغة الفعل is not raining لدينا أداة النفي not والفعل مركب من الفعل المساعد is والفعل الرئيسي raining raining نسمي هذا الشكل من الأفعال أو من الأزمنة في اللغة الإنجليزية بزمن المضارع المستمر The present continuous The present continuous بمعنى أن عدم سقوط المطر لا يزال مستمرا يعني لم يسقط المطر لحد اللحظة لذلك نستعمل زمن المضارع المستمر The present continuous الجزء الثاني من هذه الجملة أكرم is watering the flowers Water بمعنى يسقي ولما يكون لدينا كلمة Water يمكن أيضا أن تعني الماء الفاعل في هذه الجملة The subject هو أكرم أكرم يمكن تعويضه أو استبداله بضمير الغائب He هو لاحظوا الفاعل في هذه الجملة is watering is watering الفعل مركب من الفعل المساعد is the auxiliary is والفعل الرئيسي the main verb watering watering والمفع والمفعول به the flowers is watering فعل فعل في زمن المضارع المستمر the present continuous لماذا لماذا استخدمنا زمن المضارع المستمر لأن أكرم يسقي الأزهار الآن لاحظوا الجملة الثانية لدينا سؤال is razon picking up the flowers picking up بمعنى تقطف pick up pick up is razon picking up the flowers هل razon تقطف الأزهار الجواب no لا she's not she's not هي لا تفعل تذكروا أحبائي الجواب أو درس yes no questions وكيف نجيب عليها yes no questions هنا لدينا جواب بالنفي no she's not لا هي لا تفعل إذن ماذا تفعل رازان she she here is helping youness to clean the school garden help بمعنى يساعد clean تنظيف أو ينظف school garden حديقة المدرسة إذن رازان ماذا تفعل الآن هي لا تقطف الأزهار بل تساعد يونس في تنظيف حديقة المدرسة الفاعل الفاعل في هذه الجملة help help يساعد يساعد زائد زائد أو مضاف إلى الفعل أو في آخره ing helping is helping وهذا أيضا زمن المضارع المستمر the present continuous لماذا لماذا استخدمنا زمن المضارع المستمر في هذه الجملة لأن غزان تساعد الآن يونس في تنظيف حديقة المدرسة 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 المدرسة